الجملة الشرطية الأولى طبعا أيضا كما ذكرنا سابقا هي الجملة الشرطية هي استخدام F F وتعني لو النقطة الثانية تعبر هذه الحالة أي جملة الشرطية الأولى عن شيء بديهي أو أكيد النقطة الثالثة تتألف الجملة في هذه الحالة من عبارة F كما قلنا طبعا إذا كانت F في القسم الأول من الكلام أو القسم الثاني من الكلام لا بأس أيضا أريد أن أقول بأن جملة F أو عبارة F يقوم بها عبارة عن جملة بالحاضر البسيط في هذه الحالة ثم فاصلة يعني بعد F أو بعد عبارة F يوجد دائما فاصلة طبعا إلا إذا كانت F في نهاية الكلام أو جملة F في نهاية الكلام أو عبارة F في نهاية الكلام لدينا أيضا عبارة وهي أيضا جملة will example if you study hard you will pass the exam كما ترون هنا لدينا عبارة if if أولا ثم جملة بالحاضر البسيط you فاعل study فعل بالشكل الأول لفعل أي المصدر hard تتمت الجملة آآ لدينا فاصلة ثم آآ عبارة أو جملة will you فاعل will فاعل بالمصدر ثم تتمت الجملة أوكي هذه هي الجملة الشرطية الأولى يعني هي تستخدم آآ عندما نريد أن نتحدث عن أشياء بديهية أو أكيدة أوكي ترجمة نانسي قنقر